السلام عليكم وعلى عراني جبت لكم اليوم الوصفة سيخ ماد تايزيرث يا الاحباب نقلها تايزيرث كل واحد كيف يسموها هنا قطعت البصل كما تشكتوك لا نقوم بلوبيا ولا العديز كل واحد كيف يطير بكينة الخضراء نقطعت البصل والثوم اللي نقلي فيهم البصل الرقيق نضيف لها الملاح نضيف شوية زيت فلفل عكري نخلط تقلها البصل ونضيف لها معلقة كبيرة طماطي مصبرة نضيف شوية الماء لكي لا تحرق الكومش البصل يجب أن نمرق يجب أن تكتروا شوية الماء في هذه القصول يجب أن يكون لها سوس نمرق حسب الفرد العائلة هنا قدرت شوية القديد وفلفل حار هنا قدرتها حارة يقدر يأكل حار يأكل ما يقدر هنا لحباب شمقت العجينة بالماء الدافئ قدرتها في الكيس خليتها 1-5 سوية حتى تسهلكم لخدمة أما العجينة يجب أن تكون سميد الناعم سمول فين أو لا إكستخافين يجب أن يكون سميد الناعم العجينة تكون كما العجينة تعم حاجب ولها العجينة تعم سمن كيف كيف كل منطقة كيف يطيبون هيا الحباب كينين يعرفوها كينين يعرفوها كينين يديروها الخضراء احنا ما نديروها نبدأ نعجن في العجينة نديروا الماء شوية شوية لا تكتروش الماء نجب تعجنوا العجينة هاوليك الماء القبضة التغلي والوصفة هادي الحباب بنيينة ما تشبعوش منها كيف مالا لعزان ياك كيف كيف طريقة نقرص في العجينة دلهم هكا كوية صغر نخليهم هكا يرتاحوا 11 دقايق كي تخليوا العجينة ترتاح تسهلكم للخدمة كيف نحب في طير القصول لازم تكون مالا حامرة منحبش ان نشوفها بيضة طريقة نجبد العجينة لازم جبدوها كرقيقة نديروها في المالا هاوليك كيف طلعت كيما نحن نحن كيني هادي الولاي يكلوها بالزيت نعم ما نحيتهاش ولا نكمل شوفونا يا الحبيب ما شاء الله نحن كيني نحن كيني شوفو واحد كي يكون مريض ولا نفسه والله العالي ما تشبعوش منها تجربوها وردو لي الخبر مي سميوا واحد يديرها هكا سميوا واحد ميديرهاش الخضراء بس كيني العجينة ثقيلة وتزيدو لها الخضراء هاوليكي الحبيب شوفو كيفاش تنفخ العجينة في المرقة ما شاء الله شوفو ما شاء الله كيفاش طلعت العجينة كيما البالو شوفو ما شوفو وضعها وضعها في القصعها كبيرة شاهدكم في الجميع لا تنسوني شلي لكن دايقوهم إلى اللقاء شكرا